أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تسعى بكافة أجهزتها إلى دفع معادلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتوفير المستلزمات المطوبة مشيرا إلى أن لجنة تعوضات المقاولين ستتولى عمالها لصرف أي تعوضات مستحقة للمقاولين وذلك طبقا للآليات المعتمدة جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرية واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتجديد الإشارة إلى الأهمية الكبيرة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في تحسين مستوى جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات وأكد مدبولي أن تنفيذ ما تتضمنه المبادرة الرئاسية من مشروعات يأتي على أجندة أولوية عمل الحكومة حيث أن تلك المبادرة ستسهم في تحسين حياة نحو 60 مليون مواطن من سكان الريف المصري ترجمة نانسي قنقر